طيب اليوم في كثير يتحدث لك نريد التغيير من منظورة اجتماعي ما هي الأليات التي يجب أن نحتمد عليها من أجل التغيير لأنه ما بين ليلة واضحاها وما بين فترة وفترة أكيد لابد أن تكون هناك دراسة معمقة لمختلف هذه المشاكل التي يعاني منها المجتمع ونجد لكل مشكلة نجد له الحل المناسب لها في أول نزم نعقبه على الرسالة بحكم أنه علم اجتماع والخابير الاجتماعي والبحث الاجتماعي لابد أن يكون مليم حتى بالجانب السياسي لأنه باش نشوفه الأطراف كامل الرسالة التي قدمها رئيس الجمهورية هي رسالة فيها سبع نقاط لابد أنه تكون التقديم التاحة في عجلة أولا ولابد أنه يلتمس الشباب الصدق هذا لأنه الشباب في حد ذاته فقد الثقة طوال التراكم السياسي بحكم أنه ممارسات سياسية عند بعض رجالات السياسة وعند بعض حتى نروحه الأصغر مجالي هو رئيس بلدية أو والي أو كامل كان كين تنصيب نقدر أنه تنصيب الناس استعملوا سلطة فوق السلطة تاحة واستعملوا إيشحاف على المواطنين فوق الإيشحاف التي تغاوا جدا تغاوا تحت رداء القانون تحت الحماية القانونية وهذا مشكلة كبيرة يجب أن تكون كينة رقابة يجب أن تكون كينة أنه شاب لما يشتكي بوالي يجب أن يكون عنده خوف من هذا الشاب يجب أن يكون عنده خوف كبير من هذا الشاب كذا نغيب سياسة اتصالية وكين هناك أنه يفرغ رأيه ويفرغ منته لا بد أن تكون كينة تعليمات تصارمة للولاد والرؤوساء البلدية هو كينة تعليمات لكن تكون بصرامة لأنه لا في آخر مرة لقد قلت لك بأنه يجب أن تكون كينة قرارات سيادية كفش ما هي قرارات سيادية؟ ما ترجعش كيتحط القرار بكاش تراجع فيه بكاش قالوا كذا لا لا عود رجعوا كذا بدل من منصر هذه الحاجة التي يكرهها الشاب ترى مثلا وزير في الفلاحة قد يصبح وسير لسباب الرياضة قد يصبح شباب الصناعة هذا مشكل كبير ما نشوفه فيه مش لعب وزارة قطاع لازم يكون وزير قطاع بعد ما تكمل المهد تاعه عامين ثلاث سنين ربع سنين قدم خليه يكمل في القطاع وينجحه ما قدمش ما حو من فشل في قطاع تروح تلح القطاع واحد آخر مستحيل هذا هذا أمر مستحيل نبدأ أنه تدركه هذا الأمر حتى أنه رئيس يقول في الرسالة تاعه أنه يكون كين تغيير شامل وتغيير اشتراكي تشاركي في هذا الندوة التشارك كيف يكون أنا من منبري هذا نقول أنه التشارك يجب أن يكون 60% من المئر الشباب 60% من المئر الشباب لا ترى أن يجب لي واحد وجه أو واحد آخر يعود أن يأتي من جديد لكي يناوب عليها هذا خطأ لا بد أن يكون منبري للشباب بحث 60% من الشباب الجميع حقيقة تطلعاته يفهم كل ما يتعلق به أكيد يجب أن يكون كين احتكاك بين الشباب ويفهم الصوت التاحن وتأخذ النقاط بع الاعتبار لا تأخذ كندواء وصايفة لأنه هذا المشكل نديره في ندوات كين ندوات كين ندوات كين ملتقيات كين نكذو دائما في الأخبار شوفوا ندواء وزير يدير ندواء الآخر يدير ندواء الآخر در ملتقال يزيد الزائرة الحرقة يزيد زيد البطالة زيد العنوس زيد طلاقي هذا مشكل كبير جدا لابد أنه كما خصصنا للناس العمال تايا ما عندكش مناصب شغل ما عليش ما درتش كاين بطالة لكن لازمك تخصص أنه مثلا السكنات هذه في الكراء السيغة جديدة هذه حتى الشاب اللي ما عندهش كفاش يخلص الكراء يستفيد أنه بلا كراء حتى توفير منصب شغل كي توفير منصب شغل أحيان دموك كريدي ولا حاجة ولا مثلا نفتحه لك طابل وتعدين منا نتعد تخلص يكون هناك برنامج يرقى إلى مستوى تطلعات هذا الشباب بمختلف الأساليب اللي لازم تكونها أكيد أكيد لأن الأساليبك فلن تستوحاها هل تستوحاها هاك لا لابد أن تأذرك أنا نأتي ندبر عليك عندي خمسين عام ندبر لك على شاب مستحيل جيب شاب يعرف روحه جيب شاب مثقف وواعي تتكون من جميع الجامعات تالوطن تنصب منهم ومن حتى تكويل مهني ومن تعلل آخر كامل تجيبها وتدير معاهم منابر تعثيقة الشاب يبحث عن منبر تعثيقة لأنه جهوالي وقال أنا راح ندير لك وقاعدة الطريق اللي يمساميه والطريق اللي في الحي تاعه والمنصب تاعه وعشرين سنة مدهش حتى نكبر وخرج ويأس فهمت لابد أن تكون كاين منابر تعثيقة رجالات جدد نتخلصوا من هذا الخطاب الخشبي هذا اللي تأهيل سلطة وتأهيل حنا نشوفوا أنه يجيك مثلا واحد سياسي يحكي لك وكأنه يحكي الرئيس الجمهورية يقولوا شوفني شوفني أني أضرب لك في شيء تمليح ما نحاوس على واحد يضرب في شيء تمليح يدير مصداقية تكيدين الراجل يدير مصداقية الشعب يكونش عدك هذا الحرك مستحيل لذا لابد أنه نغير وتغير شامل